البيتكوين تلمع منذ بداية العام أو حتى على مدار الـ 12 شهرا الماضية. وذلك بدعم موافقة الولايات المتحدة على إطلاق سندوق الاستثمارية المرتبطة في البيتكوين. وعلى أثر ذلك رفع ستاندرد شرد توقعاته لعملة البيتكوين إلى 150 ألف دولار من 100 ألف دولار في عام 2024. وإلى 250 ألف دولار في عام 2025. وذلك بدعم من إطلاق سندوق الاستثمارية في الولايات المتحدة. سندوق اي شير بيتكوين ترست لوحده جمع قرابة الـ 12 مليار دولار. غريس كيل أفادت أو تتوقع أن الرسوم على سندوق الاستثمار ستنخفض مع مرور الوقت. وخصوصا بعدما بلغت قيمة التدفقات الخارجية 12 مليار دولار. وتشير التوقعات إلى ارتفاع التدفقات المتوقعة لسندوق البيتكوين إلى قرابة 75 مليار دولار. أيضا أكبر سندوق في الاستثمار في المعاشات التقاعدية. وهو صندوق الياباني أفاد بأنه طلب معلومات عن أصول جديدة يريد الاستثمار بها. ومن ضمنها عملة البيتكوين. منذ بداية العام ارتفعت عملة البيتكوين قرابة الـ 42.45% وعلى مدار الـ 12 شهرا الماضي ارتفعت بأكثر من 130 في المئة. الآن الأسواق تنتظر شهر إبريل حيث سيجري عملية التنصيف. هذه العملية ستخفض الرسوم. تقلل المكافآت الممنوحة للقائمين على عملية التعديل من 6.2 بيتكوين إلى 3.1. هذا الأمر سيقلل المعروض ويرفع أسعار العملة. ترجمة نانسي قنقر